يحظى القطاع الصناعي بهبتمام حكومي كبير لزيادة توطين المنتج المحلي ويتضمن برنامج الحكومة الجديدة تدريب وتأهيل القوى البشرية مع بذل جهود متواصلة وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات وايضا استكمال توطين الصناعات القطاع الصناعي يحظى باهتمام حكومي كبير لزيادة توطين المنتج المحلي والعمل على زيادة تنافسية الصناعة الوطنية لتحقيق حلم الوصول للأسواق العالمية في هذا الإطار تواصل الدولة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف طعمق التصنيع وبجودة عالية ونمو سلاسل التوريد المحلية لترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق وتقليل الضغط على العملة الصعبة ووفقا لبرنامج الحكومة هناك خطوات جادة لاحتواء المصانع الصغيرة ودمج إنتاجها في الاقتصاد الرسمي مع الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها ما ينعكس على جودة الصناعة وتصدرها للخارج مع عادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعفرة وزيادة حجم النشاط وزيادة مساحة الوحدة الانتاجية وفي سبيل تحقيق الاهداف القومية بالقطاع الصناعي تستهدف الحكومة الانتهاء من اطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة ما من شأنه يسهم في جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولعبا رئيسيا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال والوصول بمعدل نمو سنوي لإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية نحو 31.2% عام 2026-2027 ووصول متوسط قيبة الصادرات المصرية إلى نحو 103.4 مليارات دولار خلال الفترة من 2024-2026 وتعمل الحكومة على تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين بهدف زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية وجف بالمسيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بـ 152 فرصة استثمارية التي تشكل واردتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني وتسعى الحكومة لاستكمال مخطط إقامة المجمعات الصناعية مع التوسع في منح التيسيرات التي تستهدف تحسين نسب تشغيل الوحدات الصناعية وما يكنت منظومة استصدار التراخيص وللبحث العلمي نصيب كبير في برنامج الحكومة للنهوض بالصناعة الوطنية حيث تعمل الحكومة على دعم البحث والابتكار في قطاع الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى القطاعات الصناعية وحماية الملكية الفكرية لتحقيق مردود اقتصادي على المستوى المحلي في قطاع الصناعة بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية الهادفة لتطول المجال الصناعي وتعزيز القدرة التنفسية للمنتجات المصرية بل والوصول بها إلى الأسواق العالمية